مجاعة نزوح ووعود سلام ثلاثية 2018 في اليمن العام الذي شهد ارتفاعا خطيرا في مؤشر الفقرة وتدهور العمرة المحلية وارتفاع الأسعار الأمر الذي طرح تساؤلات عن داء الحكومة في معالجة الأزمة الاقتصادية والسياسية لا سيما وأن هذه الأزمات حدثت في المحافظات المحررة وليس فقط في مناطق ميليشيا الحوثي وقايع المناطق المحررة أكدت فشل حكومة بندغر في معالجة ملفات اقتصادية وإنسانية رغم نجاحها في الصمود أمام محاولات انقلابية على السيادة في عدن وسقطرة وقد تسبب الفشل الحكومي بمجيء حكومة جديدة برئاسة معين عبد الملك أحدثت تغييرات طفيفة في العملة المحلية لكنها كسابقاتها فشلت في عادة الشرعية نفسها إلى المناطق المحررة التي تتحكم بها ميليشيات محلية تابعة للإمارات والسعودية ما هو مؤكد أن طريقة التحالف في إدارة الملف اليمني أدى بشكل كبير إلى عجز الحكومة في إدارة المحافظات المحررة حيث لا يزال رئيس الجمهورية ممنوعا من العودة إلى عدن لكن مراقبين يرون أن سياسة الشرعية الخاطئة وفسادها وتعيناتها العائلية فضلا عن ارتهانها التام للتحالف ساهمت بفاعلية في وصول الأوضاع إلى ما هي عليه الآن فشل الحكومة في إدارة المناطق المحررة ورهن قرار اليمن السيادي جعل قرارها العسكرية بيد الرياضي وأبو ظبي وهو من عكس سلبا بحسب محللين على موقفها التفاوضي مع ميليشيا الحوثي وقد ظهر ذلك جاليا في نتائج مفاوضات السويد التي تسير باتجاه خروج الحديدة عن نطاق السيادة اليمنية السيادة التي توزعت بين طهرانة والرياضة وأبو ظبي والأمم المتحدة ترجمة نانسي قنقر